أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بعبادته عز وجل وبعمارة الأرض قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ثم إن الله سبحانه وتعالى من علينا بأن بعث فينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذير أرسله ربه سبحانه وتعالى من أجل أن يبلغنا مراد الله عز وجل من خلقنا وأن يبين لنا الأخلاق الطيبة والأشياء التي بها ينجو الإنسان في حياته وفي آخرته وفي نفس الوقت يحذرنا من الأشياء التي تجعل الإنسان من الخاسرين في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ويقول عليه الصلاة وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق من الأخلاق التي على كل إنسان أن يبتعد عنها الغش فإن الغش من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى والتي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن عقوبتها وبيّن مآلها في الدنيا وفي الآخرة إن الإنسان في حياته من سنة الله في كونه أن الإنسان لا يسير على وطيرة واحدة فهو في يوم ما سيكون بائعا في يوم ما سيكون مشتري في يوم ما يقدم خدمة في يوم آخر يطلب خدمة وهكذا فإن الأيام دول والإنسان لا يسير على حال واحد أو على وطيرة واحدة طوال حياته وهذه سنة الله في كونه لذلك ما يفعله الإنسان سيجده فيما بعد إن قدم خيرا سيجد الخير إن قدم شرا سيجد الشر لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يبين لنا أهمية أن يكون الإنسان صادقا في بيعه وأن يكون صادقا في قوله أن يبتعد الإنسان عن الغش وعن الكذب وعن التدليس وعن التزوير وعن كل ما يغير الحقائق فنجده سبحانه وتعالى يقول وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ويقول على لسان سيدنا شعيب وإلى مدينا أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ثم سمى الله سبحانه وتعالى أو سميت سورة في القرآن الكريم سورة كاملة بسورة المطففين هذه السورة افتتحها الله عز وجل ببيان حال الناس الذين يغشون الذين إذا كانت مصلحتهم في الغش غشوا وفي نفس الوقت إذا كانت مصلحتهم في البيع أو في الشراء أو كذا أو كذا فهم يدورون حول مصلحتهم بغض النظر عن الطرف الآخر سواء كان مشتري أو كان بائعا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إن الغش من الأمور المحرمة إن الغش إذا قام به الإنسان سيجد ذلك في حياته سيتعرض لمن يغشه لأن الأيام دول والأحوال لا تستقر على أمر واحد ولا تسير على نسق واحد وإنما تتبدد النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة مرة على أو مرة في السوق فوجد بائعا يبيع شيئا ما يبيع طعاما فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطعام كأن البائع وضع الأشياء الجيدة في مواجهة المشتري والأشياء الغير جيدة أو الأشياء الفاسدة كأنه أخفاها ولم يظهرها وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد بللا قال يا صاحب الطعام ما هذا قال أصابته السماء يا رسول الله كأن هناك مطر مثلا أو شيء من هذا القبيل أصابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا وضعته أمام الناس يعني ضعه أمام الناس كي يرونه هل لا وضعته أمام الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا إن الغش ينتشر في البيع في الشراء في معاملات الناس كل هذا بعيد تمام البعد عن الأخلاق الطيبة التي يدعون إليها الإسلام ويدعون إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نجد النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أي بائع يحذر النبي أي بائع من كتمان العيوب فيقول عليه الصلاة والسلام من باع عيبا يعني باع شيئا به عيب لم يبينه من باع عيبا يعني باع شيئا فيه عيوب لم يبينها وأخفاها عن المشتري ولم يظهرها وكان في الإظهار تقليل الثمن مثلا أو عزوف المشتري عن الشراء فكان هناك نوع من الغش من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله عز وجل كأن المقت يلحق به كأن البركة تبتعد عنه ثم إنه يوم القيامة سيجد جزاء ما يفعل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الأخلاق الطيبة مردا جميلا وأن يبارك لنا في أموالنا وفي أهلنا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته